سقف التوتر الروسي الامريكي بات مرتفعا فيما يخص صباق التسلح تجربة صاروخية امريكية يبدو ان موسكو سترد عليها قريبا كل ذلك بالتزامن مع تراشق الاتهامات بين الروس والامريكيين بشأن الدفع نحو صباق التسلح اذا فقد اعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للجيش الروسي بالاستعداد للرد على التجربة الصاروخية الامريكية بوتين قال ان موسكو لا تريد الانجرار الى سباق تسلحين جديد واعتبر ان التجربة الصاروخية الامريكية اظهرت ان الولايات المتحدة تريد نشر صواريخ محظورة في اجزاء مختلفة حول العالم واعضف بوتين ان حديث الولايات المتحدة عن نشر صواريخ جديدة في اسيا والمحيط الهادي يؤثر بشكل مباشر على مصالحها متابعة لهذا الموضوع معنا من واشنطن الكاتب والباحث اسياسي ضيا عطاي سيد ضيا اهلا وسهلا بك ما الهدف من الخطوة الامريكية لهذه التجارب الصاروخية برأيك نعم شكرا جزيلا نستاذ تحية لكم ولجميع المشاهدين في الحقيقة الخطوة الامريكية هي خطوة ذات سبغة سياسية اكثر منها عسكرية لان الانسحاب الامريكي الذي اعلن عنه رئيس رئيس ترامب منذ شهر فبراير الفارط هذا الانسحاب من ما يعرف بالاينيف او معاهدة الحد من الاسلحة النووية متوسطة المدى هذا الانسحاب في الحقيقة جاء لتوجيه رسالة ضمنية الى الصين وليس الى روسيا والتطور الكبير الذي حدث اليوم او في الايام القليلة الماضية هو وجود تحدي صيني وبلاغ من وزارة الخارجية الصينية لأول مرة في الحقيقة يتحدث ويعلق على الخطوة الامريكية اذا الهدف الرئيسي من التحركات الامريكية منذ شهر فبراير الفارط ليس روسيا لانه منذ الثمانينات اثناء ابرام تلك المعاهدة اثر ازمة ما يعرف بصواريخ الاساس 20 السوفيتية انذاك فان الولايات المتحدة امتنعت عن تطوير صواريخ متوسطة المدى ذات قواعد ارضية تطلق من الارض سواء كانت قواعد ثابتة او متحركة ولكن روسيا كما هو معلوم قامت بتطوير هذه الصواريخ في المدة القريبة الفارطة فالحقيقة منذ سنة 2004 بدأت التجارب الروسية لصواريخ مثل صاروخ الاساس 21 دون الدخول في تفاصيل كبيرة لان هناك طبعا المعروف بمنظومة جراو وهي اختصار روسي لادارة الذخيرة والمدفعية في وزارة الدفاع الروسية التي تطلق اسماء مختلفة على نفس الصواريخ التي تطلق عليها المصادر الغربية او ما يعرف بالنيتو كود رموز الناتو اذا الصواريخ الروسية التي تحدث عنها الرئيس الروسي في تصريحه الاخير هي موجودة فعلا وقد نشهد خلال الايام القليلة القادمة تجربة صاروخ بعض هذه الصواريخ تم استخدامه انطلاقا من منطقة بحر قزوين في قرب جمهورية داغستان التابعة لجمهورية روس الاتحادية واطلقا فوق الاجواء الايرانية وحلقا فوق العراق وسقط في اهداف داخل سوريا استاذي قلت قبل قليل بان تجربة الصواريخ الامريكية هي رسالة للصين وليس لروسيا ولكن الا يبعث ذلك برسائل خاطئة لموسكو وبالتالي نكون امام توتر جديد في المنطقة بالفعل وسائل الاعلام الروسية وعلى رأسها وكالة تاس وكافة الوسائل الرسمية قامت بتصعيد كبير جدا منذ يوم الاثنين الفارت اثرى الاعلان الرسمي عن التجربة الصاروخية الامريكية التي تم تنفيذها قربة او قبلة سواحل لوس انجلوس في قاعدة تابعة للبحرية الامريكية سقط الصاروخ على بعد 500 كم فقط ولكن الانعكاسات طالت الاف الكيلومترات وذهبت الى موسكو والصين وغيرها بالنسبة للتركيز على جانب الروسية الوسائل العلام الروسية قامت بالتأكيد على انها لن تنجرى الى سباق تسلح ان هناك في الحقيقة عقدة من سباق التسلح لدى الروس نعلم ان الاتحاد السوفيتي تم انهاكه اثناء الحرب الباردة انهار الاقتصاد السوفيتي في الحقيقة بسبب سباق التسلح وكان الزعيم السوفيتي الراحل برجينيف قد ابرم منذ سنة 72 تسعمائة والف ابرم اتفاقية سولت ثم اتفاقية ستارت التي تم تجديدها عدة مرات وهذه الاتفاقيات كانت في الحقيقة نهاية القدرة السوفيتي على مواصلة سباق التسلح لا يجب التذكير هنا بان هذه الاتفاقيات التي لا تزال سريط المفعول اتفاقية ستارت هي اتفاقية الوحيدة التي لا تزال قيد التنفيذ تنتهي في سنة 2021 حوالي سنة ونصف من الآن وكان مستشار الامن القومي الامريكي السيد جون بولتون عندما سئل عن امكانية تجديد هذه الاتفاقية قد ابدا شكوكا حول امكانية تجديدها مما يفتح سباق التسلح على مصرعيه وهذه النقطة بالتحديد التي تحدثت عنها وسائل الاعلام الروسية تصريح السيد جون بولتون الذي زار موسكو منذ عدة اشهر وتحدث عن امكانية عدم تجديد التفاقية تستارت ما المواقع السغية التي يمكن أن تكون مسرحا للصراع المقبل بين واشنطن وموسكو إذا ما تصاعد التوتر برأيك هذا سؤال مهم في الحقيقة لأنه خلافا للأزمة التي كانت خلال الثمانينات القرن الماضي الأزمة التي أدت إلى أمضاء اتفاقية الـ INF أو اتفاقية الحد من الأسلحة متوسطة المدى التي انسحبت منها الولايات المتحدة في شهر فبراير الفارض فأن مسرح العمليات الأوروبي مستبعد في الحقيقة وهناك توتر كبير فيما يخص مسرح العمليات في شرق آسيا وبالتحديد في الثلاثي اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يجب تذكير أنه خلال الأسبوعين الفارتين هناك توتر ما بين اليابان وكوريا الجنوبية وليس الشمالية فقط وكما هو معلوم فكوريا الجنوبية واليابان كلهم هم من الحلفاء المقربين من واشنطن وهذا التوتر قد يكون له انعكاسات كبيرة خصوصا على السياسة الأمريكية التصعيدية التي تقوم بانتهاجها الإدارة الحالية كذلك يجب أن ننسى أن محادثات نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية يبدو أنها لا تحقق تقدمنا إلى حد الآن لم نشاهد علامات خاصة بنزع أسلحة نووية من كوريا الشمالية بل شاهدنا عدة تجارب صاروخية منذ أسبوع قليلة قامت كوريا الشمالية كذلك بإطلاق صواريخ متوسطة المدى إذن الانعكاسات ستكون أكبر على مصرح العمليات في شرق آسيا أكثر منه في مصرح العمليات الأوروكي نذكر هنا بنمطة هامة جدا أن آسيا هي تضم نعم اسمحني على المقاطعة علينا الوقت يدهمنا يعني ما مدى قدرة ربما روسيا على تجنيد تكوين جبهة مضادة للجانب الأمريكي خصوصا أن الصين دول أوروبا أوروبية تعارض نشر الصواريخ ما مدى قدرة موسكو في هذا الإطار برأيك من اللافة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على هذه النقطة بالذات يوم الثاني من أغسطس الحالي من الشهر الحالي عندما قال بأن الولايات المتحدة وروسيا ليست معنية بتكديس أسلحة نووية إضافية هي ليست في حاجة لها في حين أن الصين هي التي تحاول اللحاق بكليهما هذا هو تعليق الرئيس الأمريكي على سؤالكم هذا بالتحديد إذن قدرة حسب المصادر الأمريكية هنا المصادر العسكرية طبعا فأن القدرات الروسية على بناء جبهة مضادة للولايات المتحدة مثل ما كان الحال يام الحرب البردة هي تكون قدرات محدودة خصوصا وأن هناك تنافس خفيا ما بين كل من موسكو وبيكين أو بين روسيا والصين في خصوص النفوذ على آسيا الوسطى على حقول الغاز وأنبيب الغاز التي تمتد في آسيا الوسطى هناك تنافس خفي ما بين الصين وروسيا كذلك في مجال الأسلحة نفسها لأن مجموعة الشركة الحكومية لتصدير الأسلحة الروسية قامت بمنع عدة مكونات إلكترونية مؤخرا منحها من تصديرها إلى الصين رغم أن هناك عقود مبرمة بين الطرفين إذن الجانب الأمريكي هنا يعول على التنافس بين الصين وروسيا التنافس الاستراتيجي بين الصين وروسيا ونقطة الارتكاز لهذا التنافس في الحقيقة ستكون العملاق الآسيوي الثاني وهو الهند حيث تربط روسيا علاقات قوية جدا بالهند فيما خص التسليح جزء كبير من تسليح الجيش الهندي هو تسليح روسي وسوفيتي في الحقيقة منذ الحرب الباردة وكل الطرفين الأمريكي والروسي يعاولان على الهند لتكون نقطة ثقل توازن الثقل الصيني في آسيا نعم شكرا جزيلا لك سيد ضيا عطاي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من واشنطن